تنفيذ المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني بهدف إدارة عملية الإسعاف في مملكة البحرين من خلال التحكم والسيطرة بهذه الخدمات والارتقاء بها بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية واتساقا مع توجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعلن الفريق أول مع علي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم بدأ تنفيذ مشروع الإسعاف الوطني بعد الوقوف على مستويات الجاهزية والاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الارتقاء بجولة خدمة الإسعاف ومن المقرر البدء بمحافظتي المحرق والجنوبية على يليهما محافظة العاصمة والشمالية فيصل عدل مراكز الإسعاف بالنهاية العام الجاري إلى 13 مركزا موزعا على المحافظات كافة ومزودة بأحدث سيارات الإسعاف والطواقم الطبية المؤهلة حيث يعمل المشروع الذي تديره وزارة الداخلية وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة في الأداء على تحقيق الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية في ضوء الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال الإسعاف ويتضمن المشروع ربط غرف العمليات بأحدث أنظمة الاتصالات والتحكم وكذلك النظام الجغرافي الأمني والذي يساعد بدوره في تطوير سرعة الاستجابة وبهذه المناسبة أشار معالي الوزير إلى أن مشروع الإسعاف الوطني يتضمن التنسيق بين إدارة مركز الإسعاف الوطني ومراكز الإسعاف وأقسام الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي منوها إلى أن المشروع يعكس مستويات التطوير التي تحققها مختلف قطاعات الخدمات في المملكة ويأتي استجابة لاحتياجات المواطنين ومواكبة للتقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة وطب الطوارئ ويمكن للمواطنين الاتصال على غرفة العمليات الرئيسية عبر الخط الساخن 999 لطلب الإسعاف الوطني يذكر أن الإسعاف الوطني يعمل على تحقيق الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة ومتابعة الحالات عند نقلها وتقديم اللازم لها في مرحلة ما قبل تلقي العلاج في المستشفيات اشتركوا في القناة